قوانين ميندل للوراثة ميندل ونباتات البازلاء من المؤكد أنك لاحظت اختلافاً في الصفات الشكلية بينك وبين أخيك على الرغم من أنكما من نفس الأب والأم هذا الاختلاف في الصفات فسره العالم ميندل ووضع قوانينه بعد أن أجرى تجارب على نبات البازلاء فهيا لنتعرف على تجارب ميندل وقوانين الوراثة في البداية قام ميندل باختيار نبات البازلاء لإجراء تجارب الوراثة عليه لمميزات ثلاث هي سرعة زراعته وتلقيحه ولقصر عمر الجيل فيه فهو عدة أشهر تقريباً والاحتوائه على مجموعة من الصفات المتضادة التي يسهل ملاحظتها ومن تلك الصفات لون البذور وشكلها وطول النبات ولون الأزهار تجارب ميندل من تجارب ميندل أنه قام بتلقيح نبات بازلاء ذي أزهار أرجوانية بنبات بازلاء ذي أزهار بيضاء ثم جمع البذور الناتجة وقام بزراعتها فتكون الجيل الأول له أزهار أرجوانية فقط فقام بإجراء تلقيح بين الجيل الأول الناتج ذي الأزهار الأرجوانية فوجد أن الجيل الثاني المتكون يحتوي على أزهار بيضاء بنسبة 25% وأزهار أرجوانية بنسبة 75% وبناء على تجربة ميندل السابقة قام باستنتاج أن لون الأزهار في نبات البازلاء من الصفات التي تورث عبر أجيال النبات ثم قام بإجراء عدة تجارب فاستنتج منها العديد من الصفات التي تورث في نبات البازلاء ومن تجاربه واجد أن صفة واحدة فقط من كل صفتين متقابلتين تظهر في الجيل الأول كما ظهر لون الأزهار الأرجوانية في الجيل الأول كله تلك الصفات التي تنتقل عبر أجيال نبات البازلاء تمثل الجينات والتي هي مقطع في الـ DNA ولها أن تتحكم في الصفة كلون الأزهار وشكل البثور ولكل جين بديلان والبديل هو نسخة أو شكل من الجين وذلك لأن الفرد انتقل له مجموعة من الكروموسومات التي تحمل الجينات من الأب ومجموعة من الكروموسومات التي تحمل جينات من الأم بالعودة لتجارب مندل نجد أنه فسر عدم ظهور أحد البدائل أو الصفات في الجيل الأول وظهورها في الجيل الثاني بأن الصفات قد تكون سائدة كصفة لون الأزهار الأرجوانية أو تكون متنحية كصفة لون الأزهار البيضاء وسمى مندل البديل السائدة بهذا الاسم لأنه يهيمن ويخفي ظهور البديل الآخر المتنحي وبتطبيق ما توصل إليه مندل نجد أن الأزهار الأرجوانية في الأبوين صفة سائدة والأزهار البيضاء في الأبوين صفة متنحية لذلك فجميع الظهور الأرجوانية في الجيل الأول والثاني تحتوي على البديلين السائد والمتنحي أما الزهور البيضاء التي ظهرت في الجيل الثاني فهي تحمل الصفة المتنحية فقط ومن المؤكد أنك لاحظت أن الجين السائد يتكون من أليلين يكتبان كابيتل كجين لون الأزهار الأرجوانية والذي يوصف بأنه زيغوت متماثل سائد أما الجين المتنحي فهو يتكون من أليلين يكتبان سمول كجين لون الأزهار البيضاء واي واي والذي يوصف بأنه زيغوت متماثل متنحي أما في حالة تواجد الأليل السائد مع المتنحي في جين واحد فهو يكتب هكذا ويسمى زيغوت متباين صفة طول نبات البازلاء بعد أن تعلمنا أن كل جين يرمز له بأي حرفين لاحتوائه على أليلين هيا لنقوم بدراسة انتقال صفة طول نبات البازلاء عن طريق الألائل أولا لك أن تعلم أن صفة الطول في نبات البازلاء هي صفة سائدة على صفة القصر التي تعد بذلك صفة متنحية لذلك سنرمز لصفة الطول بأي حرفين كابيتل وليكون تي تي وبديهي أننا بذلك سنرمز لصفة القصر بالرمز تي تي هذا يعني أننا حددنا الصفات في الأبوين بأنهما زيغوت متماثل سائد ومتنحي بذلك سنفرد الأمشاج التي انتقلت من كل فرد أبوي كما هو موضح ثم نقوم بعمل تزاوج بينهم بحيث يتزاوج كل مشيج مع ما يقابله من المشيجين الآخرين في الفرد الأبوي الآخر فيظهر بذلك الجيل الأبوي وبعمل تزاوج بين فردين من الجيل الأول بنفس الطريقة نحصل على الجيل الثاني فنجد أننا حصلنا على ما حصل عليه مندل بتجاربه